السؤال اللي بعده السلام عليكم يا دكتور أنا بنتي عندها ست شهور ربنا يا خلي وكنت بدأت لها أكل من الرابع ليه كده بادري كده عشان عندها سوق تغزية آه وبتاخد طبيعي وصناعي حاليا أأكلها بروتين ورز وكده ولا إيه طيب الطفلة عندها ست شهور وحضريك بدأت لها أكل في الرابع وده معاد مبكر قوي وإحنا قلنا يا جماعة أن الأكل بيبتدي بعد نهاية السادس وقلنا زمان قوي مش زمان قوي يعني أنا بتكلم ديوقتي في حاجة وخمسين سنة أو في السبعينات والثمانينات كانوا الناس يقول لك إيه ابتدوا أكلوا كانوا دكترة حتى يقولوا إيه ابتدوا أكلوا الأطفال من الرابع هذا الكلام مع التطور الطبي وتطور الأبحاث الطبية اكتشف إن ده غلط لإنه التأخير بقى من الرابع لنهاية السادس زي ما قلنا بيوفر علينا حاجات كتيرة قوي بيخلي الطفل ما يجيلوش حساسية أطعمة وحساسية الأطعمة دي من الموضوعات المهمة قوي فيحنا يعني نسبة كبيرة قوي تقارب الـ 80% من الأطفال ممكن ما يجيلهمش حساسية أطعمة ويا ما ناس نقول لك ده عنده حساسية ضد كذه وعنده حساسية ضد كذه وضد اللبن ضد الفراولة ضد البيض كل الموضوع بس إن إحنا نزود فرصة الطفل ده إنه ما يبقاش عنده حساسية ممكن النسبة توصل لـ 80% ما يبقاش عندهم حساسية يعني 80 طفل من كل 100 ما يبقاش عندهم حسية أطعامة إذا بس أخرنا ادخال الطعام لغاية نهاية السادس فحديك بدأتي بدري تمام طيب ما احنا مش هنعرف نرجع الزمن لكن نعرف نتدارك الخطأ خلاص طبعا يعني النصيحة بقى اللي تقالت لك أصل هي كان عندها سوق تغذية ولا إيه زي ما تقال في السؤال آن كان مصدر الحقيقة اللي أنا هرجعه للسؤال تاني أهو كان عندها سوق تغذية أنت حديك قلتي في السؤال كان عندها سوق تغذية الحقيقة بأن النصيحة دي أيا كان مصدرها مين هي غلط يعني أنا مش عارف مين اللي قال لك إن عندها سوق تغذية فابتديلها بالأكل غلط أنا بقول لك وهو غلط حتى لو للا حضرتك كده دكتور ده غلط ليه لأن الغرض من بداية إدخال الأطعامة الخارجية للأطفال في الشهر السادس الغرض مش مش تحسين وزن خالص الغرض هو تعريف الطفل على الأطعامة تعريفه يعني إن إحنا بنعرف الطفل على الطعام بنقوله إن في حاجة في الدنيا غير لبن الرضاعة فإنك ترهني أو إنك تتوقعي إن مثلا طفلة وزنها قليل فهتتصلح وزنها ده لما نأكلها ده غلط تماما لأن في هذا العمر المصدر الرئيسي للنمو الخاص بالطفلة دي أو أي طفل في العالم هو الرضاعة صلاة الطبيعية والصناعية وحضرتك أيلة في سؤال كمان إنها بتاخد رضاعة طبيعية والصناعية فواضح إن حضرتك عندك أزمة في تصور إن بنتك عندها سوق تغزية وعندها كذا والملفت بقى إنه في السؤال ده حضرتك ما قلتيش وزنها قد إيه يعني ما ذكرتش الوزن أنا بقى هقولك حساب الوزن المثالي عند ست شهور فاكرين الحلقة اللي فاتت كنا جبنا سيرة قلنا إيه قلنا إن إحنا بنحسب الزيادة الأسبوعية أنا بتكلم عن الزيادة المثالية قلنا إن الوزن بيزيد أسبوعيا خلال أول ثلاث شهور 200 جرام تحديدا 198 جرام بس قلنا 200 جرام وقلنا إنه كل شهر عندنا في الطب أربع أسابيع يبقى الشهر بـ 800 جرام دول آن شهور الأول والتاني والتالت طيب الرابع والخمس والسادس الزيادة الأسبوعية المثالية كام كل أسبوع المفروض طفل يزيد كام يزيد 148 جرام يعني نقول 150 يعني يزيد في الشهر 600 جرام فاهمين قصدي ده في الرابع والخمس والسادس يعني في الأول والتاني والتالت يزيد في الشهر 800 جرام إنما في الرابع والخمس والسادس يزيد 600 جرام حل؟ طيب تالت ثلاث شهور من السنة الأولى يزيد 113 جرام أسبوعية إحنا حرين بقى نخليها 115 أو 110 أنتوا حرين خلاص مش هتفرق الثلاثة جرام دي يعني أو اتنين جرام تمام؟ أما نهاية السنة اللي هو آخر ثلاث شهور في السنة الأولى الطفل بيزيد مثاليا 71 جرام أسبوعين يعني نقول 70 جرام خلاص بناء على كده نقدر نحسب الطفل بقى اللي عنده ست شهور الطفل عنده سبع شهور طفل عنده ثمان شهور بنسبة لحضرك بتقولي بنتك عندها ست شهور فوزنها المثالي في المتوسط بحسب وزن الولادة يعني الأفريج أو المتوسط المفروض أن وزنها ما يزيدش عن 6 كيلو 900 جرام تمام؟ فبالتالي نوع الأكل بقى في السؤال اللي هو آكلها رز وبروتين غلط ده غير ملائم طبعا تمام؟ فده غلط المفروض أن احنا بنأكلها أكلات أبسط من كده بكتير قوي لأنها لسه بتتعرف على الأكل وزي ما بقوله هو بكرر أو زي ما قلت مش مطلوب من التعرف ده مش مطلوب من الطعام الخارجي ده أنه يحقق وزن خالص مطلوب بس أن الطفل يتعرف على الطعام ويتقبله تمام كده؟